طيب أنا خلصت معظم أو يعني الغالبية العظمى من الأخبار عندي بس في دقيقة رسالة هذه رسالة موجهة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي أنا عارف أنه أدلقتي مش حيب أسمعها لأنه وصل الرياض وبيلتقي مع المسؤولين السعوديين الآن لكن حيوصله هنا الرسالة مفادها مع كامل الاحترام والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي وأنا عارف فطريته وتلقائيته اللي بتعامل بيها بس أنا بقول له كده كتير يا رئيس إيه اللي كتير المدخلات التلفزيونية في رأيي أنها كده زادت على حدها يعني أنا واحد من الناس لما عمل مدخلة قبل كده مع الزميل أسامة كمال في برنامجه شفت أنها حركة لطيفة لأنها أولا تكسر الجمود اللي ما بين الرئيس والإعلام وكده رقم اتنين أنه التدخل كان لحالة إنسانية كان بيكلم عن أبطال الرياضيين المصريين من متحد الإعاقة من ذوي الاحتياجات الخاصة فكانت لمسة إنسانية جميلة ولما دخل مرة مع زميلي عمر أديب مش عارف إيه قلت ماشي عشان ما يبقاش الموضوع حكر بس على أسامة يبقى موضوع كذا بس كده زادت كده دخل مرتين مع أسامة ومرتين مع عمر لما دخل من ثلاث يام مع عمر أديب في برنامج القارة اليوم على قناة أوربت السعودية أنا بقول له يا رئيس كده كتير كده كتير من حيثه المدخلات التلفزيونية لأن كده هتدي فرصة للي زي عزة الحناوة واللي غيرها هيقولك ده الرئيس فاضي ما بيشتغلش ده بيشتغلش ده قاعد بيشتغلش على التلفزيون ويعمل مدخلات تلفونية زي الناس الفاضية ده مش حقيقي بس ما ندهمش فرصة لهذا الكلام رقم اتنين المبدأ بقى عندي عندما يريد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مصر أن يتكلم وهو رئيس الدولة في حاجة اسمها تلفزيون الدولة مفيش حاجة اسمها قنوات خاصة ما حدش يقولي تبتقولي كلام ده عشان غيراني يا تامر لأن أتكلم مع عمرو ما تكلمش معاك أنا لا عايزه يتكلم معايا ولا مع غيري لا عايزه يتكلم في قناة الحياة ولا في قنوات الأخرى الخاصة في تلفزيون اسمه تلفزيون الدولة حد حيرد عليه ويقولي وانت عجبك يعني حال تلفزيون الدولة ومين بفرج عليه حاولي مسؤولية الرئيس ومسؤولية الحكومة اللي من تلاتين ستة لحد النهاردة لم ينظر أحد لمسبيره ولا التحدي الإداء والتلفزيون ولا تطويره ولا هيكلته ولا تحديثه ولا خصص القنواته ولا دعمه ماليا ولا إداريا ولا بقانون للإعلام ولا بمجلس الوطن للإعلام ولا بنقابة الإعلامين ولا بأي حاجة فهذه مسؤولية الرئيس والنظام والحكومة لكن يكلم في تلفزيون الدولة برضو لأن الكلام بأهمية من يتكلم لو الرئيس يكلم في الفضائية المصرية ولا في الأولى ولا في التانية الكلام حينتش في العالم كله لأن الناس بيتابع أخبار الرئيس أيا كانت القناة إن شاء الله يكون يكلم في قناة الشعبيات ولا ماليا دي أفلام مش مهم لكن رئيس الدولة يتحدث في تلفزيون الدولة أما أننا نعمل مداخلات كل يومين في قناة خاصة وحتى ملكيتها مش مصرية أنا رأيي أن هذه طريقة مش مصبوطة فأهمس في أدن الرئيس أسمعها تحياتي واحترامي كفاية كده ونرجع بقى لا يصحي إلا الصحيح رئيس الدولة يتحدث ليه شعب الدولة من خلال تلفزيون الدولة نلتقي بعد الفرص